السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كل باسماني معكم استوصفة من قناة تيتيو كل باسماني راول مرة اجوا الفيديو ما انساش اشتركوا فعلنا الجرس اليوم بيزن الله تعبير عن عدات تقاليد ساكيك ده اه مدينة من مدن الجزائر اتكلم عن عدات تقاليد بتاعتهم ساكيك ده من اهم المدن الجزائرية بها العديد من العدات التقاليد ماذا تعرف عنها مقدمة اه اه لمحة بسيطة عن موضوع سؤال اشكالية واجابة الاشكالية في العرض اترك فارغة في بداية التعبير اترك ايضا فارغة في بداية العرض تصخر ولاية ساكيك ده بالعديد من العدات المستمدة من عمق المجتمع الضاربة جذوريها في اهماق تاريخ وان اهم ما يميزها اه اهميتها الاقتصادية والسياحية نظرا لمدود اطول السواحل فيها يقصدها الكثير من الاشخاص حول العالم لكي يستمتعوا بمناظرها وآثارها الخلابة فهي من اهم موارد الدخل القومي فيعد ميناؤها من اهم الموارد التجارية وتحتفل الولاية في اواخر شهر ماي اه من كل سنة بعيد يسمى اه بيسمى الفراولة عيد يسمى عيد الفراولة او عيد يسمى اه الفراولة ومن اهم البساتيها التقليدية هي القندورة والحيك ومن مأكلاتيها اه 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 الطمينة والبراج ومقروض والمسمن والغرس ومن الصناعات يحتاج الى الصناعة الحلي بالفضة والذهاب وكما تقام العديد من الانشطة والندوات كما تقام العديد من الانشطة والندوات خاصة في دار الثقافة محمد الصراج فهي صرحا ثقافيا كبيرا يجمع بين الفن المعماري والانشطة الثقافية والفني المتنوان وهذا بالاضافة الى اشتغال اهل المدينة في الصيد وان اهم ما يميز اعراس ساكيكدا انواع الالبسة التي تتزين بها العروس او اقاربها يوم الزفاف واغلبها تقليدية وتعبر معظمها عن الموروث الثقافي والتراثي وابرضها الكراكوة والبدرون والقويد والجبل والقفطان وتستقبل العروس وتستقبل وتستقبل العروس بالتمر والحليب بينما ترش عند بعض العائلات بماء الزهر وبينما ترش عند بعض العائلات بماء الزهر وبعض الحلويات ولا ننسى حفاظ الولاية على اللهجات القديمة وتعليمها للأطفال خاتم هنا اترك فارغة مسافة كلمة وخلاصة القول ولاية الساكيك ده ما زالت تحتفظ بمجموعة من العدات والتقاليد بالرغم من التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي أعداد تقاليد ساكيك ده يارب يكون نطقطة بطريقة صحيحة ضغط الاسم الولاية بطريقة صحيحة تكلمنا هنا أهميتها الاقتصادية والسياحية وذكرنا أيضا الألبسة التقليدية احتفال الولاية كل سنة بعيد الفراولة المأكلات المأكلات التقليدية بتاعتهم مأكلاتهم الطمينة والإبراج والمقروض والمسمن والغرس الصناعة التقليدية أهم الصناعات التي يهتمون بها صناعة الحلي بالفضة والذهب اهتمامين بالأنشطة والندوات أيضا أعراس تكلمت عن عدات التقاليد ولاية الساكيك ده بالنسبة للأعراس العرس عندهم والألبسة التي يرتدوها في العراس الاهتمام أو الحفاظ على اللهجات القديمة في ساكيك ده وتعليميها للأطفال خاتمة خلاصة الموضوع التعبير يفضع بويات أو وضعية التعب بويات تنتهي بنقطة الوضعية بنما التفسيري وصفي تفسيري وصف ووظفنا مؤشرات التفسير ومؤشرات الوصف إذا أردتم أي عدات التقاليد بتاعة ولاية معينة غير موجودة في القناة اشتركوا في التعليقات وإن شاء الله نحاول ننزلها لكم فأقرب وقته ممكن موجودة أنا كتبت كثير من الولايات موجودة أم البواقي موجودة ولاية بشار وغيرها لم أتذكر جيدا ولكن أنا نزلت الكثير قبل الخروج عملنا اللايك والاشتراك إذا كنت الأول مرة تسمعني واللايك لنعرف رأيك من الموضوع وكمان كومنت كومنت لنعرف رأيك واللايك لإذا عجبك الفيديو وإذا تستطيع تشير الفيديو وشاركونا على الفيديو وجزاكم الله خيرا أنتم في رعاية الله وجزاكم الله خيرا يلا مع السلامة اشتركوا في القناة قصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة